أداء لافت لشركة شعاع كابيتل المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية هذا الشهر شهر سبتمبر لا ننسى بأن هذا الأمر تزامن مع انطلاق العقود المستقبلية والبيع الآجل في نسدق دبي وشعاع كابيتل ستكون صانع السوق لهذه العقود ربما هذا ما أعطى دفعة لأداء السوق خلال أشار حالي على كل حال أداء سهم شعاع كابيتل طيلة السنة منذ بداية السنة حتى الآن رأينا بأنه كان يعطي أداء إيجابي شهد منذ بداية السنة حتى الآن ارتفاعات بأكثر من 119% ولكن فقط في شهر ثلاثة أسابيع الأولى من شهر سبتمبر يشهد ارتفاعات بأكثر من 37% السهم حاليا عند أعلى مستوياته في نحو 22 شهر وبالتالي السهم عند أعلى مستوياته في أكثر أو بحدود السنتين وبالتالي هذه من الأمور اللافتة على أداء السهم خلال هذا الشهر تحديدا كيف كان المتوسط اليومي للتداول على سهم شعاع كابيتل نبدأ تحديدا من حيث قيم التداول وأنظلوا الفرق يعني إذا قارننا بين سبتمبر من هذه السنة والشهر الماضي أغسطس نرى أن التغيير واضح ولافت للغاية ارتفاعات بـ 1172% وبالتالي وصلت قيمة التداولات على سهم شعاع كابيتل إلى أكثر من 22 مليون درهم مقارنة بأغسطس الماضي أيضا من نسبة لحجم التداول يعني ارتفاع كبير ولافت في حجم التداول من حيث الأسهم 989% من الارتفاعات وصولا إلى أكثر من 29 مليون سهم من التداول على سهم شعاع كابيتل مقارنة بأغسطس التي ربما لم تتجاوز المليولين 700 ألف سهم النسبة من إجمالي السوق لتداولات السهم على شعاع كابيتل قيم التداول والارتفاع والتغيير وأيضا كم حازت من حجم التداول الكل في سوق دبي المالي 6% بالنسبة لحجم التداول أيضا حاز على 8% من التداول الكل في سوق دبي المالي كيف كان صافي تداولات هذا السهم خاصة من خلال المتداولين المختلفين رأينا بأن الإماراتيين كانوا الأكثر دخولا على هذا السهم وعمليات شراء بـ 15 مليون سهم أيضا كان هناك عمليات شراء من الخالجيين بـ 5 ملايين سهم في حين أنه رأينا تخارج من قبل العرب والأجانب العرب تخارجوا المستثمرين العرب بـ 15 مليون سهم والأجانب أيضا بنحو 5 ملايين سهم وبالتالي كان هناك تباين على الدخول والخروج من هذا السهم النتائج المالية لشركة شعاع كابيتل كان هناك في النصف الأول من هذه السنة أداء سلبي رأينا أن هناك خسائر بأكثر من 78 مليون درهم في النصف الأول من هذه السنة لشعاع كابيتل مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية التي استطعت تحقيق فيها بعض الأرباح أيضا لا ننسى بأن شعاع كابيتل لديها مديونية ولديها خسائر متراكمة تصل إلى 179 مليون درهم ونسبة هذه الخسائر من الرأس المال تصل إلى 17% وبالتالي لم يكن أداء الشركة مربض على الأقل للمستثمرين والمساهمين في النصف الأول من هذه السنة بالنسبة للأصول أيضا رأينا تراجع لقيم الأصول بـ 17% وصولا إلى 1.450.000.000 درهم في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية أيضا بالنسبة لحقوق المساهمين كان هناك تغيير ولكن تغيير سلبي تراجعت بـ 23% وصولا في النصف الأول من هذه السنة حقوق المساهمين إلى 880.000.000 درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي ما هي الأخبار التي طبعت أداء الشركة وساهمت في هذا الحركة النشطة على ساهم شعاء كابيتل خلال شهر سبتمبر سمعنا طبعا بأن مجموعة أبوظبي المالية تعتزم شراء حصة مجموعة دبي البالغة 48% في شعاء كابيتل هناك موافقات يعني أبوظبي المالية طبعا اعتزمت الشراء وافقت هناك موافقة من مجموعة دبي المالية ولكن هذا الأمر يتوقف الآن على موافقة الهيئات التنظيمية وهيئة الأوراق المالية لحتى إتمام الصفقة بشكل نهائي أيضا كان هناك اختيار شركة شعاء كابيتل كصانع سوق لعقود المستقبلية والبيوع الأجلة في نزاك دبي وأيضا هذا ما سهم في الحركة اللافتة التي رأيناها على سهم شعاء كابيتل في الفترة الماضية تحديدا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري